اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسيلة للتحويل وسيلة للتداول وسيلة مثل الفلوس بالضبط زي الفلوس بالضبط زيها زي اي عملة في العالم بقت وسيلة للدفع واجبرت العالم كله على استخدامها طيب دلوقتي يعني كل الناس عنديها فكرة العملة الورقية ولكن ما تعرفش ايه هي العملة الرقمية انا عايزة اوضح للسيدة المشاهدين الفرق ما بين العملة الرقمية والعملة الورقية ايه المميزات هنا وايه المميزات هنا وعيوب الاتنين مع بعض جميل جدا احنا لو رجعنا بالزمن كده هلاقي ان تطور الفلوس بدأ بالمقايدة وتبادل السلعة بسلعة وبعدين بقت الذهب والعملات الذهبية والفضية والاحجار الكريمة بعد كده لو انت جيت لو احنا كنا في جيل الذهب وابتدى حد يقول لي مثلا هبدل الذهب بورقة هقول له لا الورقة هي الفلوس هو ده العصر اللي احنا فيه ان حد يقولك هتحول الفلوس بتاعتك او الفلوس بتاعتك هتتحول لعملة رقمية غير ملموسة عملة رقمية مشفرة غير ملموسة فهي ده التطور الطبيعي للفلوس اللي هي العملات الورقية اتحولت احنا بقاش نعمل معنا دلوقتي فلوس إحنا دلوقتي ما بقى معنا كروت إحنا بنستخدمها بنسحب بيها الفلوس من المكان بقى دلوقتي بقى فيه الـ QR code بقى نستخدمه في البيع والشراء أنا عايز أعرف من حضرتك إزاي الناس هتقدر تتعامل مع الخطوات دي هتتعامل إجباريا لأنه فرض نفسه على العالم كله بتقنية جديدة هي المهيمينة على العملة الرقمية اسمها البلوكتشين هو سيستم عالمي شبكي مسيطر على العالم كله ضعف الإنترنت 40 ضعف الشبكة دي البلوكتشين عملت ثورة تقنية عالمية في العالم كله أثرت على مش الأفراد ولا الشركات ولا الكائنات الكبيرة ولكن أثرت على دول بالكامل أكبرتها على استخدامها لأسباب كتير جدا إحنا هنوضحها بس أنا بتكلم على الفرق بين العملة الورقية والعملة الرقمية طيب عايز أعرف كمان من حضرتك معالي المستشارة إيه أفضل أنواع العملات الرقمية أفضل أنواع العملات الرقمية اللي تهيمن على العلمات الرقمية اللي كسرت الحاجز 16 ألف دولار هي عملة البيتكوين هي أول ما بدأت عملة العملات الرقمية بدأت بالبيتكوين عملة البيتكوين بدأت من أواخر 2008 بداية 2009 بالتداول بيها بواحد سنت مقابل بيتزا دي كانت أول عملية بيع وشراء تتم بالبيتكوين بدأ عملة رقمية بدأت بواحد سنت وصلت إلى وقتنا هذا حاجز قسرت حاجز 16 ألف دولار وده اللي بيخلي الإقبال الشديد المتعاملين فيها والمتستثمرين فيها مش بس أفراد مش بس شركات مش بس كائنات كبيرة بس دول ليه لأن الأرباح فيها كتيرة والأرباح فيها كثيرة طب إحنا لو إحنا دلوقتي قلنا طب ليه بنتعامل بالعملة الرقمية علشان هي عملة آمنة بيسيطر عليها سيستم قوي جدا اسمه البلوكتشين البلوكتشين ده هي عبارة عن بنك بس ولكن رقمي بنك رقمي بنك شبكي عبارة عن بلوكتش طبع حابب أعرف من حضرتك أن فين بدأت العملات الرقمية في أي دولة بدأت العملات الرقمية في أي دولة بدأت هي موجودة دلوقتي في دول العالم أغلبية دول العالم بدأت في أغلبية دول العالم زي دلوقتي موجودة في أمريكا في 1500 ما كانت صار فقالي بس أنا كنت عايزة أوضح بس التقنية بتاعت البلوكتشين علشان نقدر هي ليه العالم كله بيستخدمها بدأت في الصين موجودة دلوقتي في الصين ليها مزارع تعذين موجودة في روسيا في كزاخستان موجودة في اليابان دلوقتي موجودة في كل أنحاء العالم بس عشان تدخل مصر للاستلامية تم الاعتراف بها بس اللي بدأت بيها المبادرة القوية جدا 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 هي دبي دبي عملت دلوقتي بتدت تطفق مليارات دولارات للبلوكتشين عشان تستثمر فيها طب ليه الدول بتتجه للاستثمار في البلوكتشين ده اللي احنا هنعرفه بس أنا عايزة أواضح البلوكتشين ده عبارة عن بلوكس بلوكس بلوكسات جنب بعض أنظمة جنب بعض يعني ما ينفعش أن تتهكر لأن هي عبارة عن شفارات وعملية حسابية رياضية خرازبية يصعب تشفرها أو تهكرها من قبل أي جهات هكر طيب أنا عايزة أعرف كمان منك مع المستشارة هل دلوقتي العملات الرقمية في الدول دي في كل دولة ليهم مقر معين مثلا هل بيوجد مقرات ولا كله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق ويبسايت خاص بالعملات الرقمية احنا لو كلمنا على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ده كان زمان أنه هو وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي ابتدى النت يتطور العملية تطورية أنه بقى وسيلة للبيع والشراء أيام الكورونا أمازون حققت صاحب أمازون بقى أغنى رجل في العالم لأنه حقق نسبة مبيعات بقيت دلوقتي مش وسائل التواصل بقيت وسائل للمعلومات وسائل للبيع والربح وسائل للبيع والشراء بس وسائل للإداع والتحويل والصرف زي المكان المكان ده كله متصل بشبكة بشبكة البنك زي البنك كل واحد عنده على الموبايل بتاعه عنده التطبيق بتاع البنك ده شبكي صح؟ بمتصل بإيه؟ بالبنك هكذا لما أنا أعمل محفظة وأشتري بيتكوين على المحفظة بتاعتي على الموبايل بقى أنا متصلة بالبلوكتشين بيوكتشين ده اللي هو يعتبر البنك الشبكي الخاص بالعملة الرقمية بتاعتي ايه أفضل للعملات الرقمية؟ انت سألتيني السؤال ده أفضل العملات الرقمية البيتكوين الاثريام الـ USDD اللي هي العملة الأمريكية وفيه أخبار جديدة إن البنك العالمي بقى ليه عملة رقمية جديدة وفيه أخبار برضو جديدة أنا كنت عايزة أقولها على السيدة المساعدين قرأتها الصبح قبل ما نتطرق في الأخبار عايزة أعرف أني يعني دلوقتي فيه العديد من العملات ولكن أفضلهم البيتكوين حوالي 6500 أكثر من 6500 عملات رقمية طيب أنا عايزة أوضح للسيدة المشاهدين بناء عن إيه أنا اخترت البيتكوين أفضل في العملات الرقمية هل له مثلا إحصائيات معينة أو فيه حاجات معينة اللي تفوق عن بقية العملات حابب أوضح ده للسيدة المشاهدين جميل جدا طبعا هو تفوق على كل العملات أنا كنت مؤخرا في منتدى أو مؤتمر الاستثمار رجال أعمال في الفوريكس والبورصة وكنت بس بقارن بين البيتكوين أو العملات الرقمية إحنا علينا رمز للعملة الرقمية بالبيتكوين علشان دي أول عملة رقمية ابتدت تصدر أو ابتدأ يبتدي التعامل بيها طيب إيه الفرق من البورصة والفوريكس والبيتكوين أو العملات الرقمية البورصة عشان أنا أروح اشتري السهم عشان أنا دخلها استثمر أنا مستثمرة هشتري سهم من شركة السهم هي على كام فخلال الشهر كله نصف جنيه خمسين قرش خمسة وتلاتين قرش في أسهم شركة فوري مؤخرا كانوا عاملين ضجة عشان كسبوا في الشهر عالي السهم لتمانية جنيه فدي طبعا أرباح بدائية غير أن السوق البورصة المصري أو السوق العالمي بيتأثر بالأحداث العالمية أو بيتأثر بالأحداث الاقتصادية اللي بتحصل يعني تم غلق البورصة مؤخرا لأن فيه رئيس مجلس إدارة بنك معين تم قلطو فابتدت البورصة تقفل طبعا أنا زنبي إيه أن أنا مربحش اليوم ده عشان فيه بنك رئيس مجلس إدارة خارج بتتأثر بالعوامل المحيطة بالبلد نفسها اللي فيها البورصة دي البورصة أرباحها قليلة وبتتأثر كتير وكمان بتعتمد على الإشعاعات يعني لو فيه صاحب شركة أتقام ببيع الأسهم بتاعته بدون الرجوع كمستثمرة مثلا لعملية الإفصاح إن أنا شوف هو لي عمل كده ممكن أنا أبيع أنا كمان فأبيع بالخسارة فأنا بخسر فأنا دي البورصة ممكن تخسرني غير الأرباح بتاعتها قليلة لحظة واحدة الفوريكس برضو لو أنا جيت أستثمر في العملة في العملية مثلا العملة الدولار هي بتبقى وجهين الدولار أو اليورو والدولار والين الدولار والسترليني وهكذا طيب أنا عشان أنا حول من الدولار ألاقي مثلا السترليني طالع عايزة استثمر فيه فأقول له أقول لمسلا شركة الوساطة بتاعتي أو شركة مصر بتاعتي أنا عايزة استثمر في الجنيل السترليني فتقوم حوله للدونال السترليني فيبقى فيه فرق جبير قوي في التحويل فده بيبقى لود على المستثمر نفسه في ان هو يقدر يحول فهيضطر ان هو يعود الخسارة الاخسرة في عملية التحويل غير ان الارباح ما بتبقاش برضو زي البيتكوين طب هنشوف بقى العملات الرقمية ان احنا في خلال عشر تيام صعد البيتكوين من 10 تلاف دولار لستاشر قصر حاجزة لستاشر الف دولار وستمية اي ارباح يعني 6 تلاف وشوية وستوشي بعد السنتات في الارباح يعني 6 تلاف دولار احسن ولا 8 جنيه ولا في الفوريكس هاربح فكل الافراد انا كفرد هبص لا انا ببص تلاتي للصراء السريع انا اعرف فيه فيه ناس يعني عملت فلوس كتير جدا من العملات الرقمية كتير جدا 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 طب كل النمازج دي ولكن انا عايز اعرف دلوقتي فيه شقعات كتير لدى المواطنين ان مثلا العملات الرقمية دي حاجة غير موصوق فيها انت اي ردك بما ان انت مستثمرة في العملات الرقمية تقولي ايه للمواطن البسيط وايه مصادر السقة في خلال العملات الرقمية اقولي الخبرين اللي نازلين دلوقتي من الخبر الاولاني الخبر الاولاني ان طبعا اصدار فيه اطلاق سونيك كابيتل كاول صندوق استثماري برأس المال في اسيا يتم ترويزه على البلوكتشين ومخصص لدعم الشركات الناشئة يعني السندوق اول سندوق يتم انشاؤه لدعم المستثمرين في العملات الرقمية بمقدار يعني ضخوه في البلوكتشين عشان يتم تداول العملات فيه وان هما كمان يكسبوا يعني يضخوا الفلوس دي في البلوكتشين اللي هي الشبكة الشبكة اللي هي دعم المحفظة عليها ونبتدي ان احنا ندعم كل شركات الاستثمار اللي هتدخل في الاستثمار في العملات الرقمية يعني ده شيء جميل جدا غير ان دبي بعد ما اصدرت العملة الرقمية وعملت الشبكة بتاعتها اللي هي هتقدر ان هي تنمي الاقتصاد بتاعها لان كل الاقتصاد العالمي انهار في ازمة الكورونا فكان بينتعش العملة الرقمية كما اني يا جماعة نتيت اقول اهم خبر ان العملة الرقمية لا تتأثر بالاحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نهائي ولا التضخم ولا اي شيء فالعملة الرقمية اامنة والتعامل فيها اامن لذلك كل العالم بيتجه لها جنوب افريقيا دلوقتي بقت عملة رئيسية المانيا بقت عملة رئيسية فيها في بعض الدول ليه هي عايزة تبقى العملة الرئيسية فيها عشان عملية التحويل من العملة الاخرى بتكلف المستثمر في لوسكي تير اوه كل ده جميل ولكن قبل ما نختم انا حابب اعرف ما هو حلمك لتحقيق مصر المراكز المتقدمة والاولى في العملات الرقمية حلمي طبعا ان مصر تخش زي سيادة الرئيس مكان عمل مبادرة مصر الرقمية ان مصر فعلا يدخل اول فيها اول بنك رقمي بدون بشر طبعا هو بتبقى اجهزة نبتدي نجهز للعملة الرقمية لبلدنا نعمل اول مكان صرف آلي زي ما موجود حول العالم كله اكتر من عشر تلاف مكانة صرف آلي دي بتخلي الفرض مننا لما بيبقى عنده محفظة على الموبايل بيبقى بديل للبنك بديل للسمسرة يعني شركة الوساطة السمسرة ان انا بقى عندي محفظة هنا بقى سهل خالص ان انا اخد العملة بتاعتي احولها لفلوس سهل قوي ان انا احطها على منصة واربح منها سهل قوي ان انا اخد العملة اللي هي البيتكوين وحولها لعملة اثيريوم لو انا شايفة ان الاثيريوم طالع والبيتكوين واقف سهل قوي ان انا احول الاثيريوم وارجعها تاني البيتكوين وارجعها تاني المحفظة مسهولة جدا بكوين مسهولة جدا يعني عملية اليسر والسهولة والامان اللي مستحيل يوصل لها اي حد يهكر البلوكترين دي حاجة جميلة جدا وفيه كمان بعض العملات نزلت بعض الامان فيها فيه مفتاح امان ان هي يبقى فيها ان لو حد هكر جهازك انت لكن مش هكر بلوكترين لو حد هكر جهازك انت ممكن ترجعها خلال 24 ساعة حلمي ان احنا نبقى دولة رقمية تواكب التكنولوجيا العالمية لان العملة الرقمية بتعمل على نمو انا اتمنى ذلك وبشكر حضرتك جدا وده بالفعل اللي حاصل ان طبعا رقمانة الدولة وكل الاشادات اللي اشاد بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان معانا في الفقرة الاولى دي فتنة الكريمة المستشارة شيماء نفادي انا بشكر حضرتك جدا ربنا اكلمات مسي جدا ليك سكرا ليك اشتركوا في القناة